بمشاركة 42 فيلما بين روائي ووثائقي من 17 دولة أطلق مهرجان الشرقي السينمائي دورته الأولى في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية تضمن الحفل الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح فيلما قصيرا للأفلام المشاركة وعرض فيلما عن سينما الصورة القديمة وتكريم عدد من الفنانين العمانيين والنجوم الخليجيين والعرب وتكريم الشخصيات التي عملت في أول سينما في ولاية صور وسيشهد برنامج المهرجان المستمر حتى الرابع عشر من يناير المقبل ورشة لكتابة السيناريو وندوة بعنوان السينما والعمارة تناقش أهمية استثمار المعالم الأثرية والمباني التاريخية في تصوير أعمال سينمائية كعمارة القلاع والحصون والأسواق القديمة رعى حفل الافتتاح سعادة جهاد بن عبدالله الفنة وعضو مجلس الشورى ممثل ولاية الصور